بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط السلام عليكم اهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 33 وصفحة 33 عزيزي الطالب شفتوها مناسبة اخرى بدرس اخر اللي هو كان تحت عنوان الموافقة وعدم الموافقة شرحت لك ياهنا عزيزي وفصلت لك ياه وبسطت لك ياه موضوع قواعدي مهم جدا جدا وزاري فانت اذا ما شايفه لازم تشوفه ليش لان راح اشرح لك صفحة 33 يعتمد عليما على الموضوع القواعدي السابق يعني اول بداي تشوف موضوع القواعدي وبعدين تجيني هنا عزيزي الطالب طبعا انا هذه الصفحة راح اشرحها السببين اللي هي صفحة 33 السبب الاول راح اراجع لك الموضوع القواعدي الموافقة وعدم الموافقة والسبب الثاني راح اترجم لك اهم الكلمات والمفردات اللي موجودة بمن بهاي الصفحة طبعا صفحة 33 هاي تعتبر lesson 3 الدرس الثالث لليونت 3 للوحدة الثالثة عليها تمارين بالاكتيفتي بوك صفحة 44 و45 تمارين مهمة جدا جدا هذا الدرس صفحة 33 تحت عنوان اي هيت سبايدرز انا اكره العناكب ولو تلاحظ هذا الشعور فهنا يجيك واحد يقول لك اي هيت سبايدرز انا اكره العناكب انت شنو رأيك بعد اتوافق متوافق الرأي فهو هذا موضوع الموافقة وعدم الموافقة راح نجي للاكسرسايز اي يقول هاو دو يو فيل كيف انت تشعر سبايدرز بشين بشين من هو العناكب بعد مسكيتوس اللي معنى البعوض ان ذي انيمالز بلو والحيوانات اسفل يقصد بيهن هذني عزيز الطالب فهنا هاو دو يو فيل كيف انت تشعر اباوت بشين سبايدرز العناكب مسكيتوس اللي هو البعوض ان ذي انيمالز بلو والحيوانات اللي موجودة اسفل طبعا شعورك شنو مثلا اي هييت ذيم اي دون لايك ذيم اي فيلم اي لايك ذيم اي فيلم اي لايك ذيم فانت هذا شعور تحبهم ما تحبهم تمانعهم ما تمانعهم والى اخر يمكن ان تلاحظ بعد ديسكوس ناقش مع شريكك زميلك اللي بصفت بالرحلة ناقشوا يا هذا الموضوع حاول أن تعطي أسباب للمشاعرك يعني شلون أستاذ مثلاً أنا أحب فالكنز اللي هي الصقور ليش مثلاً خينقول حيوانات جميلة حيوانات غالية وإلى آخره هذا إذا طبعاً هو مو أجباري إلا تضطي السبب لكن هو يقول لك حاول تعطي أسباب للمشاعرك اللي هو حبك المن عزيزي الطالبي هنا عني ش عندي عندي ستيوتينت ون الطالب الأول رح أكون آن الطالب الأول وإنت ستيوتينتو الطالب الثاني آن الطالب الأول رح أعبر لك مشاعري عن حبي أو كرهي المن ذن الأنمال الذن الحيوانات أنت هنا بدورك إذا مثلاً توافقنا الرأي تستخدم سو دو آي نيذر دو آي سو أم آي نيذر أم آي أما لعدم الموافقة تقول لي آي دونت هذه تستخدم لعدم الموافقة هذن أربعة هذن يستخدم لعدم الموافقة أما هاي عدم الموافقة زيانستاذ شل الفرق بين هاي السو و هاي السو إي هاي السو يهدو و هاي السو يهو آم واثنيانات يشتغلن مع الجملة المثبتة لكن إذا ما عندك إزو آر و آم بالجملة اتا تخلي دو أما إذا عندك آم ش تخلي إتا آم بإختصار شديد نجي شن الفرق بين هاي السو و هاي السو طبعا الثيانات يستخدمن مع الجملة المنفية شوف السو مع المثبت والنيذر مع الجملة المنفية لكن إهناني عندي دو ش استخدمت دو إهنان عندي آم جملة منفية ش استخدمت آم هذا بالنسبة لاختيار الآم واختيار الدو إذا عندك دو أو ما عندك تخلي دو أما إذا عندك آم إتا تنزل لآم والآي ثابتة ذن الأربعة للموافقة وهاي الآي دونت لعادة إذا ما تريد تتوافق نقول لآي دونت إذا ما تريد تتوافق نش تقول لآي دونت بعدك إن شاء الله أعيد لك إياهم إن السو تستخدم مع المثبت يعني الجملة اللي ما بي هنا تشوف هاي مثبت وهاي أيضا مثبت أما تستخدم مع الجملة المنفية التي تحتوي على نوت نيجي الأول وحدة أنا هسا راح أحتي راح أطيك مشاعري مثلا راح أقل لك أنا أكره الظباب فلاحظ إنتا راح توافق نرأي شا تقل لي؟ تقل لي so do I طبعا استخدم السو لأن الجملة مثبتة واستخدمت الدو لأن ما عندك لائز ولا آر ولا آم والآي تابته أما إذا ما تريد توافق نرأي يعني مثلا أنت تحب الظباب تقول I don't يعني أنا لا أوافقك الرأي نيجي للثانية I don't mind أنا لا أمانع ماسكيتوس اللي هو شنو البعوض يعني البعوض عدي عادي أوكي أشوى فهناني بما أن الجملة من فيها راح نستخدم neither بما أنه عندي دو راح خلي دو والآي ثابته نيجي للثانية I am afraid of I'm afraid of أنا أخاف خليه نقول سبايدرز من العناكب أنا أخاف مني من العناكب فأنت بما أن الجملة مثبتة راح تستخدم so بما أنه عندك أم راح تخلي أم والآي ثابته نيجي المن نيجي للرابعة I'm not afraid of أنا لا أخاف من horse الحصان أو horses الخيل أنا لا أخاف من الخيل فهنا عزيزي الطالب تجملة من فيها فرحنا نستخدم neither وعدنا هنا آم راح نخلي آم والآي ثابته وهاي I like falcons هاي آني اشرحت لك يا عزيزي الطالب أنا أحب الصقور من تري توافق لي تقلي so do I وإذا ما توافقني تقلي I don't عزيزي أنا أنصح هذا موضوع قواعدي مهم جدا جدا دني لازم تشوف الموافقة وعدم الموافقة وهس راجعت لك يعني بس المراجعة وحادي لا تكفي ولا تغني ليش لأن الموضوع هناك مفصل شون يجي وشون جاي وهذه الفكرة الروحانيات للأكتيفتي بي يقول انظر إلى الصورة هاي الصورة انقس وخمن الأجوبة لتلك الأسئلة وهذه الأسئلة ذنية أربعة أسئلة بشيء كريم طبعا هذا كريم شوفه هذا كريم أند رامي ورامي هذا رامي ثم ثم اصغي انتشك وتحقق من أفكارك لاحق على السؤال طبعا ما أحل لأول بداية نشوف اللي قدامني ننخمن الأجوبة وبعدين نكتب لك الجواب النموذجي لو تلاحظ كريم كريم يخاف أو يخشى من العناكب أو بالتعبير النموذجي أو الجواب النموذجي كريم هيت يكره سبايدرز اللي هي العناكب لاحظ عزيز الطالب هاي بالنسبة للسؤال الأول سؤال الثاني كيف رامي يشعر بشأن العناكب كيف رامي يشعر بشأن العناكب ولو تلاحظ رامي يعني ما يخاف من عدهن ومنقول يحبين بس لو تلاحظ رامي هذا لا يمانع العناكب يعني عند العناكب شين هو عادية وهنا استخدمنا ديس أجريمنت شين نستخدم ديس أجريمنت اللي هي عدم الموافقة علي من على كريم كريم يكرهن هذا لا هذا رامي لا يمانعه مستخدمنا ديس أجريمنت هذا بالنسبة للسؤال الثاني سؤال الثالث هل العناكب مفيدة؟ والجواب عزيز الطالب نعم أنهم مفيدات هن مفيدات لأن لأن العناكب تأكل موسكيتوس اللي هو البعوض والذباب هالسؤال مهم يعني أن نحفظه؟ لا بس نفتهم معلومة عامة معلومة جميلة أن العناكب مفيدة ليه مفيدة؟ الجواب لأن لأن يأكل موسكيتوس البعوض اللي يعتبر مؤذي وأيضاً الذباب يعتبر مؤذي فهنان يعتبر المفيدات ليجد أن يقضن على البعوض ويقضن على الذباب هذا بالنسبة للسؤال الثالث سؤال الرابع ماذا رامي ستفعل؟ حسب اللي موجود بالصورة ماذا رامي سوف يفعل مع هذا العنكبوت؟ والجواب عزيز الطالب راح يكون هو سوف يضعه خارجاً هو سوف شوف هاي قوم كتوبه معناه سوف للمستقبل يضعه خارجاً هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 33 قد انتهى درسي انتظرون في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته